وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية قصوى للجالية الجزائرية اتخذت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بخصوص تحسين أداء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والتكفل بانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج وتضمنت هذه الإجراءات تحسين أداء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والتكفل بانشغالات الجالية على أكمل وجه حيث أزديت تعليمات للعمل بنظام المواعيد لتقديم مختلف الخدمات خاصة الحصول على الوثائق البيومترية مع التكفل بالحالات ذات الطابع الاستعجالي دون موعد مسبق وحتى يتم التكفل بجميع طلبات تجديد جوازات السفر البيومترية فقد أعطيت تعليمات للمراكز الديبلوماسية والقنصلية لتمديد ساعات العمل الأسبوعية وتنظيم مداومات محلية لاستقبال الرعاية الجزائريين